واحد من المشاكل الشاعر في السيارات خروج دخان اسود من الشكمان او من عدم السيارة الدخان الاسود ببساطة يعني استهلاك كميات كبيرة من الوقود والمحرك بعمل تحت خليط غني انسداد فلتر الهواء فلتر مسؤول عن تنقية الهواء من الاترب والشواب قبل دخول الهواء الى المحرك لذلك قد يتعرض الفلتر الى الانسداد وبشكل عام ينصح دائما بتنظيف الفلتر بشكل دوري واستبداله على مسافات تتراوح بين 15000 الى 30000 كيلومتر ثاليا الحساسات اللي بتقوم بقياس كمية الهواء الداخل المحرك مثل حساس الماف سنسور او حساس الضغط المطلق وهذه الحساسات مسؤولة عن قياس كمية الهواء الداخل الى المحرك وبناء على اشارة هذه الحساسات يقوم كمبيوتر السيارة بحساب كمية الوقود التي يجب حقناها لذلك عند حدوث خلل في احد حساسات الهواء سيؤدي الامر في النهاية لعدم قدرة الكمبيوتر على معرفة كمية الهواء الداخل المحرك بشكل دقيق الامر الذي قد يتسبب بحقن كميات اكبر من الوقود الذي يحتاجه المحرك بشكل فعلي مما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود وظهور دخان اسود في الشكمان وعند وجود خلل في احد الحساسات غالبا ما يكون كمبيوتر السيارة قادر على رصد كود خاص بهذا العطل وظهور لمبة تشيك انجين في لوحة العدادات لذلك ينصح دائما فحص الكمبيوتر واستخراج اكواد الاعطال ويجب فحص الدارة الكهربائية للحساسات والتأكد من عدم وجود تقطيع او وجود دائرة قصر في الحساسات ثالثا حساس الاكسجين او حساس الشكمان حساس الاكسجين يقوم بقياس نسبة الاكسجين في غازات العدم وبالتالي بستطيع كمبيوتر سيارة تعرف على كمية خليط الهواء الوقود المحترقة فيما اذا كان الخليط غني او فقير وبناء على ذلك يعمل على تعديل نسبة الوقود المحقونة في الاشواط اللاحقة بحيث تقترب من نسبة الخليط المثالي عند فشل حساس الاكسجين سيتسبب بظهور عدد كبير من الاعطال من اهم هذه الاعطال زيادة في استهلاك الوقود وظهور دخان اسود في غازات العدم اما بالنسبة للاعطال في مسار الوقود فتشمل ميل اولا مشاكل في البخاخات البخاخات في منظومة الحقن تعمل بوسط اشارة من كمبيوتر السيارة وتقوم بحقن الوقود بشكل متقطع في حالة حدود تسريب في البخاخات فان ذلك الامر يتسبب بزيادة كمية الوقود المحقونة الامر اللي بيؤدي الى استهلاك كميات وقود اكبر وظهور دخان اسود في غازات العدم لذلك يجب استبدال البخاخ في حالات تسريب وعمل تنظيف البخاخات التي تعاني من الانسدادات او استبدالها صمام تنظيم الضغط الصمام مسؤول عن تنظيم الضغط في دائرة الوقود وعندما يزيد الضغط عن قيمة مؤينة بافتح هذا الصمام ويقوم بارجاع الوقود الزائد لخزان الوقود لذلك ان فشل الصمام وبقاء مغلق على طول الوقت رح ينتج العديد من المشاكل من اهم ادي المشاكل بالعادي حدود تففيت في الاشعال او الانجن مسفير وفقد في قدرة المحرك وضعف في التسار بالاضافة لاستهلاك كميات وقود اكبر وظهور دخان اسود صمام الاي جي ار صمام الاي جي ار مسؤول عن ارجاع جزء من غازات العدم لغرف الاحتراق والهدف من ذلك تقليل درجة حرارة الاحتراق وبالتالي تقليل نسبة اكاسيد النايتروجين في بعض الحالات قد يحدث تعطل للصمام ويبقى مفتوح طوال الوقت نتيجة لتعطل الاتراكم الكربون داخل صمام الاي جي ار هذا الامر سيعمل على ارجاع غازات العدم طوال الوقت وهذا الامر رح يقلل من كمية الاكسجين داخل غرف الاحتراق الامر اللي بتسبب بضعف التسارع وتقطيع في عمل المحرك واستهلاك عالي للوقود وانطلاق دخان اسود من غازات العدم خطوط ارجاع الوقود الهدف من خطوط ارجاع الوقود ارجاع الوقود الفاض في بعض الحالات قد يحدث انسداد لهذه الانابيب ورح ينتج بالعادة رائحة قوية للوقود بالاضافة الى توفيد في الاشعال او الانجين مسفير واستهلاك عالي الوقود ودخان اسود